ولسه مكملين مع ثناء سيدنا يوسف على الله جل وعلا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث علمه الله علم تأويل الرؤى فكان لا يؤول رؤيا إلا وقعت كما أولها وده تأويل وده علم يعطيه الله من شاء من عباده ثم يقول فاطر السماوات والأرض يا ربي أنت خلقت السماوات وخلقت الأراضين وذرأت وبرأت وصورت وأبدعت وأتقنت فتبارك الله أحسن الخالقين أنت ولي في الدنيا والآخرة طب سيدنا يوسف دلوقتي في الدنيا ليه بيقول ربنا أنت ولي في الدنيا والآخرة كم ممكن يقول أنت ولي توفني مسلما إنما يقول أنت ولي في الدنيا والآخرة توليت أمري في كيد إخوتي لي وفي إلقائي في الجب توليت أمري لما دخلت بيت العزيز توليت أمري لما راودتني امرأة العزيز وصرفت عني كيدها توليت أمري لما أدخلون السجن أرى ولاياتك يا ربي أحاطت بي في كل شيء ما هي الولاية من الله الله يتولى المؤمن من عباده إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا طب اللي يتولى ربنا سبحانه وتعالى هو المفلح هو الناجح هو الذي لا يرى الخسارة أبدا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد أنت ولي في الدنيا والآخرة كما توليت أموري في الدنيا تولى أموري في الآخرة توفني مسلما وهذا دعاء يختم به توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا ربي أريد أن أموت منقادا لك منقادا لأمرك مستسلما لمرادك مني أموت على ما مات عليه آبائي وأجدادي إسحاق وإبراهيم ويعقوب سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم يعقوب حفيد الكريم إسحاق حفيد الكريم إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم توفني مسلما وألحقني بالصالحين طيب واحد في هذا المتاع وفي هذا النعيم وفي هذا الملك الذي ملكه الله إياه يقول توفني مسلما إيه اللي قابل موت هنا مرة سيدنا هارون سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في العدل حفيد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن عبد العزيز قبل ما يتولى الإمارة كانوا إذا جاءوه بثياب أو لباس يقول أريد ألين منه وإذا جاءوه بطعام يقول أريد أفضل منه فلما تولى الإمارة كان على هذه الحالة فلما تولى الخلافة زاهد في أمور الدنيا إذا قابلوا طعام قلوا من تجيبين طعام وأصرفتم في الطعام أريد كسرة خبز ويكتفي من اللباس باللباس الخشن مش عايز باء الحرير والأمور التي كان يلبسها فقالوا له يا أمير المؤمنين كنت قبل الإمارة تشتهي كل متاع الدنيا وبعد الإمارة تشتهي كل متاع الدنيا فلما توليت الخلافة رأينا منك زهدا وورعا في هذه الأمور قال أنا لنفس تواقة كنت أشتاق إلى الإمارة فلما وليت الإمارة طاقت نفسي إلى الخلافة فلما وصلت إلى الخلافة لم يعد هناك ما أتشوق إليه إلا الجنة فاشتقت الجنة وكان يتمنى أن يلقى ربه وكان يدعو بدعاء سيدنا يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا يختم لنا ولكم بالإيمان ونموت ونحيا على قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم أمين